جوجة تقول كنت أعمل قبل زوادي وبعد الزواج ضاقت الحال بزودي وأصبح معثرا في نفقتي ونفقتي أولادي ومع ذلك يمنعني من الخروج للعمل ويلح علي في إجابة طلبه للمتعة فهل علي حرج إذا خرقت بدون إذنه لكسب العيش وفي الامتناع عن إجابة رغبته في المتعة وفي طلب الطلاق منه الإجابة على هذا السؤال فيها خلاف كبير وضحه ابن القيم في كتابه زاد المعاد فقيل يجبر الزوج على طلاقها عند إعساره أو انتناعه وقيل يؤجل شهرا ثم يطلق عليه الحاكم وذهب إليه مالك وقيل تخير إن شاءت أقامت وإن شاءت فتخت وهو المذهب عند الشافعي بعد رفع الأمر إلى الحاكم وفي قول ثاني للشافعي ليس لها الفتخ ولكن ترفع يده عنها لتكتسب والإمام أبو حنيفة يقول ليس لها أن تفتخ بل عليها أن تستمر في العيش معه لكن ليس عليها أن تمثله من الاستمتاع بها وعليه أن يخلي سبيلها لتكتب لأن حبثها مع عدم النفقة ضرر عليها وبعد كلام طويل قال ابن القيم والذي تقتضيه أصول الشريعة أن الرجل إذا غرر بالمرأة قبل الزواج بأنه ذو مال ثم ظهر أنه مفلس أو كان ذا مال وترك الإنفاق عليها ولم تقبض على أخذ كفايتها من ماله بنفسها أو بالحاكم فلها الفسر وإن تزوجته وهي عالمة بعسره أو كان موثرا ثم أعثر فلا فسر وأنا أمل إلى هذا القول ضاما إليه القول الثاني للشافعي وهو أن ترتفع يده عنها لتكتسب وتبقى على عثنته ولها أن تمتنع عن تمكينه من التمتع بها كما قال أبو حنيفة فإن عجزت عن الاكتساب أو وجدت عنة فيه أرى أن تخير بعد ذلك في البقاء معه أو الانفصال عنه إذا لاح لها في الأفق ما يوفر لها الحياة الكريمة والله أعلم